يعني المدينة دي أنا باعدة أفكر بيني وبينك أنا علشان هعمل مدينة فيها سكن والناس هتسكن هنا ليه مش لازم يكون فيه لقمة عيش ولا ايه ما هو يا فندم المدينة دي مقابعة على تلات محاور هي في الأول مدينة سكنية بس هي مدينة سكنية صناعية صيحية هتنا تلات محاور شغالين فيه يمكن القاطرة بتاعت المدينة دلوقتي هي المنطقة الصيحية لأن المنطقة الصيحية اللي بتخليني أصرف على باقي بصرف أعمل مرافق للأراضي الصناعية وبصرف أعمل عمارات للإسكان بمختلف شريحه حضرتك مشكورا عرضت دلوقتي الإسكان المدعوم سكن الاجتماعي المميز وسكن مصر لكن لو حضرتك بصيت معايا في الكاتيجوري اللي احنا شغالين به لا احنا عندنا إسكان مدعوم وعندنا إسكان متوسط في الداونتاون وعندنا إسكان فوق المتوسط في الحي اللاتيني وعندنا إسكان فاخر في الكمباوند مازارين وعندنا الإسكان الفخر الموجود في الأبراغ الفخر قوي فأشوف حضرتك أنت بتعمل مدينة تقصد بها كافة شريح المجتمع أنت هنا بتبني مدينة مش لصالح فئة معينة أصلا ما يبقى فيه مصانع وعندي الأماكن بتاعة السكن ده هيستتبعه فورا أنه يبقى فيه كمان أماكن إدارية يبقى فيه عيادات وهيبقى فيه شركات وهيبقى يعني الأمور كلها أمور بتخدم على بعضها طيب أنا هنقل فأنا عايز مدارس وعايز جماعات كان مطلوب منك الأول وانت بتبدأ المراحل الأولى في المدينة أن تبدأ تغير عقيدة المواطن أن تقوله لا المنطقة دي مش موسمية فإحنا جينا كوزارة إسكان بتغير نمط تفكير المتعلق بالمنطقة فإحنا جينا كوزارة إسكان بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ابتدنا الأول بالجامعات جامعات بدنا بالجامعة العالمين الأهلية والأكاديمية دخلنا مع جامعة الدول العربية ده اللي هيجيب لك قاتني للمكان في فصل الشتة يعني إحنا ابتدنا العكس ابتدنا الأول إزاي نجيب الناس في فصل الشتة فالأول عملنا ابتدنا بالخدمات التعليمية عشان نجيب الناس في فصل الشتة يضاف عليها بقى أن أنت عشان تجيب الناس في فصل الشتة كمان ابتدنا نفكر إزاي يبقى عندي مهرجانات وإفنتات عملنا مدينة اسمها مدينة الترسية فيها متحف ومسرح روماني ومجمع سلمات معي يا حضرتك عشان يبقى عندك الموسم الشتوي ده كمان فيه مهرجانات وأحداث تقدر تجيب بها الناس معي يا حضرتك حلو جدا فده فكر احنا مش ابتدينا ابتديت الأول الأول تعمل عقيدة مختلفة وفي نفس الوقت وحضرتك شغال في أنمط الإسكان المختلفة ابتديت ترفق أراضي صناعية طبعا ترفق أراضي صناعية واتحها للمطورين وتعمل في نفس الوقت سكن للعمال قريب من المنطقة الصناعية يضم الشريحة دي من المجتمع بخدمتها لا مش بس كده وانت كمان عندك جنوب مدينة العالمين الجديدة هيبقى فيه جزء جنوب المدينة ده جزء من دلتك جديدة اللي بتتعمل فكمان نشاط زراعي بص باش مرسوائل الكلام على العالمين الجديدة ده لن يتوقف طول ما لسه فيه بناء وفيه شغل وفيه ناس سيبديك فهنيجي كتير ان شاء الله هنزعجكم أكتر لا تتعمل واحنا طلباتنا كتير أنا عارف لا تحتعمل بس احنا فعلا سعدة وفخورين بحجم اللي عملته دين المصريين فعايز أشكرك جدا 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 على استضافتك لينا مش احنا اللي مستضيفينك لان احنا يمكن هنا البرنامج في ضيافتكم في مدينة العالمين الجديدة